على المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مؤخرا بشأن قطاع غزة إن ذلك يظهر حجم مؤامرة صفقة القرن مشيرا إلى أن هذا ما كان يحذر منه الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستمرار وشدد أبوردينة على أهمية الوعي للمخططات الإسرائيلية التي تبدأ بتهويد القدس وتصفية الهوية الفلسطينية وتنتهي بالتنازل عن الحرية والاستقلال وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد صرح بأنه عرض تسليم قطاع غزة على الكثير من القادة العرب ولم يوافق أحد على ذلك على حد تعبيره